هذا وقد أكد سعادة دكتور رمزان بالعبدالله النعيم وزير الإعلام أن الصحافة البحرانية على مدى تاريخها العريق تؤدي رسالة وطنية نبيلة غايتها نهضة المجتمع وتطوره ولقد تعزز دورها بفضل ما تحظى به من رعاية الاهتمام وتقدير من جلالة الملك المعظم ومتابعة سمولي العهد رئيس مجلس المزرع وهنأ سعادة وزير الإعلام الصحفيين والإعلاميين في مملكة البحرين بمناسبة يوم الصحافة البحرينية معربا عن تقديره لما يبذلونه من جهود في سبيل الحفاظ على أمانة الكلمة ومصداقيتها وتمسكهم بالقيم المهنية للصحافة باعتبارها أداة لترسيخ الوعي في المجتمع وتسليط الضوء على المنجز الوطني في مختلف المجالات على المستويين المحلي والدولي وقال سعادة وزير الإعلام إن يوم الصحافة البحرينية يمثل مناسبة لتجديد التقدير والاعتزاز بعضاءات الصحفيين والإعلاميين في البحرين وتفانيهم في الدفاع عن المصالح العليا للوطن من خلال ما تسطره أقلامهم من أفكار ورؤى تتميز بالعمق في التحليل واستشراف احتياجات وتطلعات المستقبل وأكد سعادة وزير الإعلام أن مملكة البحرين تفتخر بامتلاكها أساسا دستوريا وقانونيا يرسخ أجواء الحرية المسؤولة ويوفر لقطاع الصحافة والإعلام المقومات التي تساعده على ممارسة دوره الوطني تنفيذا للرؤية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه حيث يعبر جللته دائما عن تقديره للمنتمين لمهنة الصحافة والإعلام باعتبارهم أصحاب رسالة النبيلة في نشر الوعي والمعرفة وشركاء في مسيرة التنمية الوطنية وقال سعادة وزير الإعلام أن الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية هذا العام يتزامن مع اختيار المنام عاصمة للإعلام العربي 2024 من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب وهو ما سيسهم في إبراز النجاحات التي حققتها الصحافة والإعلام في المملكة على المستوى الإقليمي مؤكدا اعتزازه بما توليه الكوادر الصحفية والإعلامية من جهود وطنية مخلصة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي وأشهد سعادة وزير الإعلام بهذه المناسبة بجهود جمعية الصحفيين البحرينية في الاهتمام بقضايا الأسرة الصحفية والإعلامية وما تقوم به من مبادرات للارتقاء بمهارات منتسبيها وتأهيلهم بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال العمل الإعلامي والصحفي متمنيا للصحفيين والإعلاميين استمرار الإبداع والعطاء الذي يعزز من مكانة مملكة البحرين في مختلف المحافل اشتركوا في القناة